من الجنوب اللبناني صابر لو تصف الصورة عندك صابر أيوب نعم نعم نضال الآن القنابل الضوئية كما تشاهد في الخلفية هدير الطائرات الحربية أيضا عزيز الطائرات الحربية في السماء إذن هذه القنابل في سماء لبنان أم في سماء شمال إسرائيل صابر بالضبط على الجدار الحدودي هذا هو الجدار الحدودي متعرج هنا نحن أقرب إلى الجدار الحدودي في هذه المنطقة لكنه في تلك المنطقة بعيد تشاهدون القنابل الضوئية التي عادة ما تطلق عندما تحاول القوات الإسرائيلية كشف عن هدف معين هناك تحركات معينة ربما تجري هناك تسلل أي حوادث عسكرية هناك ليتم قصفها فيما بعد ربما ننتظر فيما بعد عمليات قصف الطيران الحرب يسبع بوضوح يحلق في تلك المنطقة هذه القنابل الضوئية لها ما بعدها تشاهدون أيضا قنبلة أخرى أطلقت الآن أطلقتها طائرة الآن كما تشاهدون بالإضافة إلى قنابل أخرى ما زالت تضيء وهي تنزل تدريجيا إلى الأسفل لتضيء سماء هذه المنطقة التي يبدو أن حادثا أمنيا أو عسكريا ما يجري بها أو تحضير لعمل عسكري في تلك المنطقة قد يكون قصف في وقت لاحق أو فقط مطاردة أو ملاحقة أو عملية رصد لما يجري هناك تحديدا في هذه المنطقة بالذات حيث يتعرج الجدار الحدودي أو تتعرج عبر هذه التلال تسيطر إسرائيل على التلال بينما البلدات اللبنانية هنا في المنخفض قنبلة أخرى تنطلق الآن قنبلة ضوئية أخرى تنطلق وأخرى سوف بعد قليل ستظهر الطائرات ما زالت تطلق هذه القنابل الدوي يسمع بوضوح دوي هذه القنابل وليس دوي للقصف ربما في وقت لاحق سيتبع ذلك قصف مدفعي أو قصف بالطيران الحربي لمواقع معينة هناك في هذه المنطقة قبل قليل كان هنا عناصر من الجيش اللبناني أخلوا المنطقة تماماً لم يعد يوجد أي أحد في هذه المنطقة لا بشر في هذه المنطقة التي نتواجد بها والتي تعرضت للقصف في وقت سابق ما زالت دخان يتصعد من هنا دخان القصف السابق الروائح أيضاً تنبعث من الأحراش التي احترقت بفعل القصف واستخدام قنابل فوسفورية أيضاً قنبلة أيضاً تظهر أخرى قنبلة ضوئية تظهر الآن في هذه المنطقة مع الدوي الذي نسمعه بوضوح من هنا أصبحت هذه المنطقة كلها مضاءة بهذه القنابل الضوئية ثمت فقط حت